موسيقى قال اللواء المتقاعد خليفة حفتر قائد ما يعرف بعملية كرامة ليبيا انه يلتقي مع مصر في معركة واحدة ضد ما سماه بالارهاب واضاف في كلمة له بمناسبة الذكرى الحادية والاربعين لنصر اكتوبر ان الحرب على الارهاب لا تقل ضراوة عن المعارك العسكرية التقليدية على حد تعبيره معركة واحدة سواء في ليبيا او مصر او غيرها لا تقل ضراوة لعله نفس القدر الذي جعلنا بعد هذه المدة ان نلتقي مجديد مع رجال مصر الان لنخوض معركة واحدة سواء في ليبيا او مصر او غيرها لا تقل ضراوة عن تلك المعارك العسكرية بل اصعبها لان العدو في المرات الاولى كان واضح المعالم ونتعامل معه في ساحات القتال بخطط عسكرية ومواجهة مباشرة ترجمة نانسي قنقر